السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني واخواتي الكرام ازايكم كلكم عاملين ايه يا رب كلكم تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله رب العالمين النهاردة استكمالا لموضوعاتنا في الشرحات شرح اليوتيوب النهاردة في موضوع مهم احد الاخوة بعت لي برسالة جات له من حساب ادسن بس قبل ما نشوف الرسالة ونطلع عليها الاول نصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام النهاردة للموضوع ونبدأ نقول لكم على الرسالة الرسالة اللي جات انه هو تم حسابك على ادسنز مؤقتا نتيجة لعدم النشاط نتيجة لعدم النشاط ولما دخلنا على حسابه في ادسنز لقينا الوضع بالشكل ده بيقول لك الصفحة بتاعت ما تخش على ادسنز جاري تجهيز حسابك على ادسنز من اجل يوتيوب وبيقول لك اعادة ضبط حسابك على ادسنز لانه غير نشط ولم يعد حسابك في ادسنز مرتبط بقناتك على اليوتيوب يبا هو عايز حاجتين عايزك تفاعل حسابك على ادسن تاني وعايزك بيقول لك تربط حسابك بادسنز بقى لما جدا الارباح تشتغل وتربطه بقناتك على اليوتيوب مرة اخرى ومرة جديدة لنتيجة لعدم النشاط انا اعرف ازاي طب نتيجة لعدم النشاط ايه اللي وقفه طب ايه الاسباب طب ايه العلاج للمشكلة ده هيت اه نروح مع بعض ونعرف حل هذه المشكلة يلا تفضلوا معنا موضوع مهم جدا 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 لكل القنوات اللي تم تفعلها قنوات اللي تم تفعلها انت لما تكون حسابك على ادسن مفيش ارباح جاية دخل الادسن مفيش اعلانات شغالة اه ما بتنزلش محتويات لمدة ستة شهور متواصلة بيتم ايقاف الحساب مؤقتا وبعد كده لاقدر الله لو زودت عن كده بيتم اغلاق الحساب كلية فالموضوع مهم موضوع في غاية الاهمية نروح ونعرف الاسباب ايه اللي وصلتنا لكده ونعرف ازاي نحل المشكلة ده باذن المولى عز وجل يلا بينا تابعونا يلا بينا مع بعض ستكمل مع حضراتكم ودخلنا هو على على الجيميل وعرفنا هو ليه متوقف هنعرف دلوقتي حسابك على ادسنز متوقف طب ايه متوقف ليه بيقولوا هم من المحتمل ان يكون حسابك على ادسنز متوقفا في حال عدم تلقيه اي ارباح او عدم رصد نشاط ناتج من الاعلانات لمدة ستة اشهر يعني ستة شهور بيعدهم ما بتنزلش محتوى ما بتجيبش الاعلانات ما بتجيبش ارباح ما فيش ارباح بتتضاف لأدسنز فبيتم ايقاف الحساب مؤقتا وسيكون عليك بقى اعادة تفعيله من خلال ربطه بقناتك لاستخدامه مجددا يبقى انت لازم تعمل الخطوة بقى عشان يشتغل تاني بنقيد تفعيله من جديد ونربطه بالقناة بتاعتنا ولا انت مش عايز الحساب ده هو يمكن انت تلغيه وتعمل حساب جديد وتربطه بالقناة بتاعتك على اليوتيوب فهما بيقول لك ايه بقى سيبقى بامكانك تسجيل الدخول الى حسابك على ادسنز بتدخل عادي على حسابك على ادسنز عندما يكون غير مفاعل وليعادة تفعيله سيطلب منك اثبات ملكية رقم الهاتف مجددا فهما بيقول لك ان انصحك ايضا بالتأكد من ان عنوانك محدث العنوان فيه تحديث حدثت العنوان بتاعك واذا كانت قناتك مؤهلة للمشاركة برنامج شركاء اليوتيوب او لتلقي دفعات من اليوتيوب يمكنك اعادة تفعيل حسابك على ادسنز او انشاء حساب جديد وبهو بيخيرك ياما هتكمل بالحساب بتاعك بس بتعمله اعادة تفعيل اللي هو القديم او بتلغي الحساب القديم وتعمل حساب جديد بس الحالة اللي معانا احنا النهاردة الحالة ديت عندها مكملة العشرة دولار في حساب ادسنز بلما مكملة العشرة دولار فهي عايزة طبعا يجي لها البنكود عايزة تعرف رقم التعريف الشخصي اللي هيبعته لها وهي في هيدلوقتي منتظرة الكلام ده او الحالة ديت منتظرة الكلام ده هوت فمش هتضحي بالمبلغ اللي موجود في ادسنز وهيتم الحساب زي ما هو ولكن انت لو عندكش حاجة خالص في الحساب ومتوقف ممكن تلغي الحساب ده هوت وتعمل حساب ادسنز جديد طب يقول احنا عرفنا دلوقتي الاسباب اللي وصلت الحساب ده اللي هو يبقى مقفل مؤقتا او متوقف مؤقتا طيب عايزين نعرف ايه الخطوات اللي احنا نعملها وانا قدامكم بجيب لكم الشرح اللي هم عاملينه عشان ما حدش يقولك احنا بنخترع احنا بنجيب كلام من عندنا الموضوع مهم يا جماعة في غاية الاهمية ولازم كل واحد ياخد باله جدا من الموضوع ده ايه الخطوات المطلوبة لاعادة تفعيل الحساب بتاعي تاني على ادسنز اول حاجة هنعملها ربط الحساب بتاعي على ادسنز بالقناة التحتي يبقى هنربط الحساب بتاعي على ادسنز بالقناة اتنين هنسجل الدخول الى ادسنز سجل دخولك الى ادسنز مرة تانية تلاتة اثبات ملكية راقم الهاتف بتاعك اللي هم هيبعتولك بقى عليه الرقم التعريف الشخصي اللي هو بنقول عليه البين كود وبيقولك بعد كده سبب ايقاف حسابك على ادسنز يتم ايقاف حسابات ادسنز ركزوا معايا جماعة الخير بسبب عدم استخدامها انت ما مش بتستخدمها او لم يتم استخدام الحساب المرتبط بقناتك لفترة معينة من الوقت سنعلمك بذلك هم هيعرفوك من خلال رسائل عشان تعرف توقف على رجلك وتعرف فين الصح وفين الغرض ولن يتم ايقاف حسابك على ادسنز اذا تم تحقيق ارباح يبا انت لازم رابطها لك لانت لازم تحقق ارباح يبا انا لازم نحقق ارباح او تم رصد نشاط ناتج من الاعلانات فيه او فيه اعلانات شغالة تاني على الحساب الحساب بتاعك بتاع ادسنز او على القناة فيه اعلانات شغالة فالعلانات هتجيب فلوس فلو جاء بترصيد يبقى كده مش هيتم الايقاف بتاع الحساب بعد مرور خمس شهور على عدم استخدام الحساب اي واحد عدى خمس شهور على عدم استخدام الحساب هيبعتول رسالة الكترونية من ادسنز بيعلموه انه سيتم ايقاف حسابك الا اذا تم تحقيق ارباح فيه او تم رصد نشاط ناتج من الاعلانات يبهم بعد خمس شهور يبعتولك رسالة تحذيرية يقولك هيتم ايقاف حسابك مؤقتا لو انت لم تحقق ارباح في الفترة ديت او مفيش اعلانات ناتجة من الفيديوهات بتاعتك وبعد مرور ركزوا معايا على عدم استخدام الحساب يتم ايقاف حسابك على ادسن طبعا هو ايقاف مؤقت زي ما قلت لحضراتكم لحين التفعيل ملاحظة بيقولك ان العبارة التي يتم استخدامها لانواع الناشرين الاخرين في ادسن خارج يوتيوب من اجل الاشارة الى عملية ايقاف الحساب هي اعادة ضبط الحساب تماما جماعة دي خارج يوتيوب اللي هم في المواقع الالكترونية اللي خارج اليوتيوب اقبحنا عرفنا هو توقف ليه وايه المشاكل اللي عملت فيه كده هوت هم حاجتين نظر لعدم زيادة ارباح وطبعا مفيش ارباح يبقى مفيش اعلانات شغال على الفيديوهات ودرت الحاجتين اللي وقفهم في الحساب ده هوت مؤقتا وقفوله حساب ادسن مؤقتا لحين تفايله من جديد والخطوات اللي احنا عرفناها اللي هي نعيد بقى ربط الحساب على ادسن بالقناة من جديد ونسجل الدخول لادسن ونسبة ملكية الهاتف بتاعنا اللي هما هيبعتونا عليه البنقود او اللي هما هيبعتونا يتواصلوا بيه عن بيه معانا عن طريقه ده موضوع مهم جدا يا جماعة انا حبيت الرسالة دي كان احد الاخوة بعتها لي وقال لي حصل معايا كذا كذا فانا حبيت اورها لكم من داخل الجيميل عشان تبقوا عارفين وانتم دايما تشوفوا الجيميل بتاعكم وتشوفوا الرسالة اللي بتجيلكم تتطمنوا على قناتكم اول باول تتطمنوا على حساب ادسنز اول باول عشان لا قدر الله ما يعصلش مشاكل داخل حساب ادسن وداخل القناة نفسها اتمنى من حضراتكم اللي انتم تكون الموضوع اللي انا النهاردة يعني اصرته يكون جاب نتيجة مع حضراتكم واستفدتوا منه حتى الناس اللي لا قدر الله ما توقفش عندها حساب ادسن وشغال وتمام تاخد حضرها ولازم تشوف مرة واتنين وتلاتة وتتأكد ان القناة بتاعتك شغال تمام وحساب ادسن شغال تمام شكرا لكم وتمنى من حضراتكم الجميع التوفيق والنجاح وفي الاخر الفيديو يعني ندعو سبحانك اللهم بحمدك نشهد ولا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك شكرا لحضراتكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته